هذا العنكبوت أقام داره على دار أبي عبد الرحمن المدمر أبو عبد الرحمن الذي يعمل بيديه وبما أوتي من قوة في كهولته عسى أن يرفع ساعداه أركان البيت ليسكنه بعد نزوح وغربة تركت المنطقة القديمة في الموصل على حالها الخرب فلا أموال تعوض المواطنين دمار منازلهم ولا حكومة مسؤولة تزيل أكوام الخراب رجعت عليها أمالي بأله سبحانه وتعالى بعدين بهذه الحكومة تقدمنا فتخدمة ترى الأضرار ما لنا من نتيجة العمليات العسكرية التي حصلت في هذه المنطقة والتي وصفتها بالمنطقة المنكوبة فضلا عن الإهمال والتلكؤ وعدم صرف أي تعويض في الموصل القديمة يزيد الروتين القاتل في إجراءات التقديم على معاملات التعويض من هم المواطنين ويعكر صفو عودتهم إلى مناطقهم من مخيمات النزوح تعقيدات لجب أن تذهب على الأمن الوطني ثاني شيء تأخير يعني تأخير تأخير إلى آخر درجة هذه أربعة سنين لا سمعنا أحد استلم تعويض يقول المواطنون أن المسؤول الأول عن حالهم المأساوي هو الحكومة المحلية التي أهملت قضيتهم وانشغلت بصراعات النفوذ والفساد في المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر